النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه في المسند أنه صلى الله عليه وآله وسلم توشح بثوب قطري وإسناده صحيح وجاء من حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عليه ثوبان قطريان غالظان وقطري نسبة إلى قطر وهي قرية من بلاد البحرين والمقصود من البحرين عند العلماء فيما مضى هو الساحل الذي على الخليج ولا يقصر به على الجزر المعروفة الآن المسمى ببلد البحرين لا وإنما الإطلاق المعروف فيما مضى أن تلك المنطقة التي على الساحل يقبلها البحرين من بينها قطر ولكن لما نسبت خففوها وقالوا قطري بكسر القاف وسكون الطاق وهي ثياب حمر لها أعلام وفيها خشونة فدل هذا على أنه ليس المقصود ما يلبس الآن في هذا الزمن وإنما هي كما أسرفنا ثياب بها أعلام وخطوط وقد جاء حديث أم سلمة عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح أنها قالت كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم القميص لكن ما معنى هذا القميص؟ القميص هو المذكور في الحديث أنه القميص الذي ينزل عن الركبتي ولا يتجاوز الكعبي سواء الذي يستعمل الآن للنوم أو يستعملونه للبيت أو حتى الثياب المعتادة التي نلبسها تعتبر قميصة لأن القميص هو الثوب الذي يغطي من العنق إلى ما بين الكعبي أما ما أصطلح حديثا من أنه يغطي أعلى البدن فقط ولا يتجاوز الركبتين ويلبس معه البنطال أو البنطلون فهذا اصطلاح جديد ولا يسمى قميصا فإذا ثيابنا التي نلبسها قميص الذي نلبسه في البيت أو عند النوم هذا كله يسمى قميصا وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم على الإزار والرداء لأن الإزار والرداء قد تنكشف منه العورة لكن القميص لا ثوب واحد وخفيف المحمل ولا ترى منه العورة